نشرت أخبار الخامسة والربع من صوت لبنان مع تحيات كارل اسميحة والمخرج مارك نفع العنوين مقاطي السنة الجديدة ستكون للعمل مولوي لا أحد فوق القانون الراعي يراهن على النواية إذا سلمت النواية تكون الفترة الباقية كافية لإطلاق حوار وطني برعاية الأمم المتحدة في إطار مقتمر دولي الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير الملقحين البارحة احتفل كل منا على طريقته بنهاية عام حمل في كل يوم حدثاً جديداً على لبنان وشعبه بآلامه وأماله ولو أن الآلام فاقت الأمال بأضعاف مضعفة بحثنا في يوميات هذا العام الذي مر وكأنه ألف عام علنا نستخلص الإيجابي لنبني عليه مع بداية العام الجديد لكن وأسفاه لم نعثر على أثر منه بل وجدنا مسلسلاً هندياً طويلاً من الوعود والأمال الكاذبة التي كانت ولازالت تحقن للشعب كالمورفين والنتيجة ما هو عليه اليوم من فقر وبطالة وذل لا متناهي وشعب يعيش تحت رحمة منظومة وضعت له نظام حياة جديداً مع مصروف من البنك محدد ووقت بالكهرباء مهدد وأسعار جنونية لا تقع على تحملها وفاتورة مستشفى خيالية من الصعب أن تسدد غصنا أكثر في تاريخ هذا العام علنا نجد في الأعماق بارقة أمل ومن حظنا وجدناه وجدنا تاريخاً جديداً يمكن من خلاله صنع التاريخ إنه الاستحقاق الوطني الانتخابي الذي لم يعود للبنان سواه لكي ينهض من جديد ويرفرف علامه فرحاً بحلم ليس ببعيد وللعلم سياستكم في تجويع الشعب لحكمه انتهت وولت وباتت ألعبكم مكشوفة وللشعب نقول إياكم أن تستسلموا إياكم أن تنسوا ما فعلت بكم هذه المنظومة وكل ما يطلبه لبنانكم هو أن لا تخذلوه وتطعنوه وأن تثوروا هذه المرة فكرياً فهذه ثورة نادرة لن يسمح لأحد بوقفها أو تعديل وجهتها لبنان على موعد معكم في العام 2022 مردداً كلمته الفصل مصيركم بصوتكم أمنياً احتفل لبنانيون ليلة رأس السنة فسهروا في الفنادق والمطاعم ولم يتخلوا عن عادة إطلاق الرصاص في الهواء احتفالاً بقدوم العام الجديد على الرغم من تحذيرات قوى الأمن ولم تسجل أي إصابات بشارية نتيجة الرصاص الطائش إنما ثمت أضرار في عدد من السيارات وفي السياق نفذت المديرية العامة لأمن الدولة انتشاراً أمنياً في مختلف المناطق اللبنانية وأقامت حواجز ودوريات مموهة في الأحياء السكنية والمطاعم لرصد المخالفات في استيعاب رواد السهر حرصاً على عدم انتشار كورونا كما دعت المواطنين إلى إرسال المعلومات الموثقة عن مطلقي النار عبر خدمة بلغ على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي وبعد أن أعلن المدير العام لقوى الأمن الداخلي لواء عماد عثمان عن نجاح العملية الأمنية حيى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاطي الجيش والقوى الأمنية قيادة وضباطاً وأفراداً على عملهم لحفظ الأمن رغم الظروف القاسية التي يعيشونها واعتبر أن السنة الجديدة ستكون للعمل في سبيل وضع الوطن على سكة التعافي بدوره شكر وزير الداخلية بسام المولوي قوى الأمن والصليب الأحمر والدفاع المدني على الجهود التي بذلت ليلة رأس السنة على الرغم من الظروف الصعبة وأكد أن أسماء مطلق النار باتت في عهدة القوى الأمنية وهي تعمل على ملاحقتهم وتوقيفهم كما ونوها بتنفيذ الإجراءات البقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي أفضت إلى إقفال إداري لعدد من المؤسسات المخالفة وقال لا أحد فوق القانون وزير الصناعة جورج بوشيكيان هنأ أيضا وزيري دفاع والداخلية وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية على جهودهم وأدائهم وجهوزيتهم وسهارهم على الأمن والانضباط ليبقى اللبنانيون بخير أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمي أن تفعيل مطار رفيق الحرير الدولي في مسار صحيح في كانون الأول 2021 إذ بلغ عدد الوافدين 242,955 ليقترب مما كان في نفس الشهر من العام 2019 حيث كان 284,299 وأضاف في تغريدة إنه بالإرادة والعمل فإن نظرية تفعيل المرافق تصبح حقيقية واقعة والتعويل عليها لزيادة إرادات الخزينة العامة أمر ممكن ومطلوب بقوة لتحصين القرار السيادي للدولة مع الترحيب بكافة المبادرات الدولية الأخرى في سبيل مساعدة لبنان تحت عباءة السيادة الوطنية دائما في اليوم الأول من العام الجديد سجلت وزارة الصحة 3358 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة ما يزيد المخاوف من إعادة إغلاق البلد مع الضغط الكبير على القطاع الاستشفائي المنهك أساساً في هذا الصياق غرد وزير الصحة العامة دكتور فراس الأبيض وقال الأمر الأساسي أن عدداً كبيراً من غير الملقحين موجودون في المستشفيات فيما الملقحون في منازلهم وأضاف أن اللقاح يحمي الحياة لأن الالتهابات التي يتعرض لها الملقحون في حال إصابتهم بالفيروس تكون أقل حدة رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عيد عزار غرد أيضاً حول الموضوع ووصف معالم الموجة الحالية على النحو التالي التهابات أكثر في الحنجرة وأقل في الرئة وأضاف أن الاحتمال الأعلى هو أن لا يكون هناك ضغط على الاستشفاء مثل السنة الماضية مذكراً بالبروتوكول باندول سوائل ومراقبة الأكسجان وتساءل عما إذا كانت هذه هي الموجة الأخيرة لكورونا فأجاب كورونا اللي بيأرر مش نحن ورغم التطمينات الأمنية والصحية إلا أن الأزمة المالية والاقتصادية تبقى من دون شك الحدث الأبرز في البلاد مع استمرار ارتفاع الدولار أمام الليرة اللبنانية ومع الارتفاع الجنوني في الأسعار والقلق الأكبر على القطاعات الانتاجية التي تعاني من ركود كبير التفاصيل مع راني عباد وفقاً لتقرير المرصد الاقتصادي اللبناني صنفت أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأزمات الأشد على مستوى العالم هذا ومنذ أواصة القرن التاسع عشر الأزمة الدبلوماسية الناشئة بين لبنان والسعودية كانت الحدث في هذا العام وتأثرت بها القطاعات بمعظمها في السياحة لفت رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشأر إلى أهمية دول الخليج كركيزة أساسية للقطاع السياحي العمود الفخري للسياحة بلبنان هي الخليج العربي هدموا هدموا بلبنان فلسبب اليوم فيه متراجع كبير بالسياحة نحن شغلنا بالمدخيل إذن عم نعمل مقارنة بين سنة السبتعاش وثمنتعاش فدخيلنا متراجعة تقريباً 70% الشخص الوحيد اللي عنقذنا هو اللبناني يعني هو متواجد 450 ألف بالخليج العربي 200 ألف بأفريقيا هو لأكتر شيء عم يتعدده على لبنان يعاني القطاع الزراعي من ارتفاع أسعار المواد الأولية كما النقص في اليد العاملة بسبب ارتفاع سعر الدولار فيما تراجعت أيضاً الصاديرات باتجاه دول الخليج بحسب رئيس جمعية المزارعين أنتوان حويك قطاع الزراعي هالسنة تأثر بحسب عوامل أول واحد هو ارتفاع سعر الدولار وبالتالي انخصاد قدرت المزارعين على تحضير الأراضيهم والزراع تاني عامل الغلاء المزوط لقفع كلفة الانتاج ببعض الزراعات لل40 أو 50% تاني تحدي منع السعودية لتنجلة اللبنانية من الدخول إلى يعني عنا 16% من إجمالي صاديراتنا وقفت واللي تأثر كتير هو لقطاع الحمضيات اللي هو مفروض هلأ يكون رايحنا على السعودية كتير كبير الوضع نفسه ينسحب على القطاع التجاري الذي تأثر بالأزمة المالية والانهيار وبالتالي تراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين كما الأضرار التي لحقت به من جراء تفجير مرفق بيروت ما اضطر أكثر من 60% من المحال التجارية على الأقفال وصرف الموظفين نائب رئيس جمعية تجار بيروت جورج نصراوي حدد اتجاهات الأزمة في القطاع كان لبنان يستورد بـ 22 مليار بالـ 2021 انخفض للنصف تقريبا بسبب الأزمة المالية والاقتصادية بالبلد دون شد عنا أزمة بصادراتنا تجاه السعودية اللي انخفضت آخر أحصة كان سنة الماضية 270 مليون دولار تخلق شوية أزمة بنقص تصديرنا عنا كثير من الصناعيين اللي أموالهم محجوزة بالمصاري قدرنا نحررهم 100 مليون دولار بالاتفاق ما بين وزير الصناعة مصري في لبنان بيقدروا يستوردوا فيها عام جديد وبداية جديدة لا نعلم كيف ستكون وعليه فلنضع أحزمة الأمان ولنستعد إليها راني عبيد صوت لبنان نتابع النشرة بعد فصل قصير وفيها جنبلات الحياة أقوى من الموت قرب فصل الشتي والبرد ما إلكن إلا شركة عادل بوحبيب وشركة الاختصاصيين والأوائل بموضوع التدفئة والشفاج من أكتر من خمسين سنة وكلاء حصريين لأهم وأجود الشركات بمجال التدفئة والطاقة الشمسية والتبريد وأهم ماركت دودي تريش الفرنسية مع ضمان التوفير لغاية 30% بالمزود والغاز والكهرباء شركة عادل بوحبيب وشركة رائدة بمجال التدفئة الأرضية فلور هيتينغ وهي وكيلة ماركت هينكو البلجيكية الأولى بأوروبا الأسعار مدروسي والصياني بعد البيع متوفرة شركة عادل بوحبيب وشركة جديدة المتن نهر الموت مقابل الأجسر السيتي مول تليفون البطريارك المارونيي الكاردينال ماربشار بطرس الراعي أكد أن لبنان مريض بفقدان الهوية ومن الواجب إعادة عفيده إليه وهو دولة مساندة لدولة مواجهة وشدد في عظة القداس في اليوم العالمي للسلام على ضرورة حصول الانتخابات بإشراف مراقبين دوليين خصوصا أنه توجد رغبة بذلك لدى الرأي العام اللبناني ولدى الأمم المتحدة لابد في بداية السنة الجديدة من أن يقف اللبنانيون عموما والسياسيون والنافذون والحزبيون خصوصا أمام واقع لبنان المنهار وقف بيقذة ضمير ويعترف بأخطائهم ألم يأتهم بحروب الآخرين على أرضنا فكانت بدايات الانحدار ثم ألم يذهبوا إلى حروب هؤلاء الآخرين على أراضيهم فكان الانهيار والانعزال عن الأسرتين العربية والدولية إذا سلومت النوايا وتغلب الإخلاص للبنان وشعبه تكون الفترة الباقية كافية لإحياء العمل الحكومي ولإنهاء المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية ولضبط الحدود ولترميم العلاقات مع دول الخليج وفي طليعتها المملكة العربية السعودية ولتصويب موقع لبنان فينتقل من الانحياز إلى الحياد ومن سياسة المحاور إلى سياسة التوازن وهكذا يوفر لبنان المناخ الملائم مستقبلا لإطلاق حوار وطني برعاية الأمم المتحدة في إطار مؤتمر دولي يعطي للحوار ضمانة أمامية وآلية تنفيذية أعلن ميتروبوليت بيروت وتوابيعها لروم الأرثودوكس المترون اليسعود أن من يدعي العفة لكنه يغطي الفاسدين هو فاسد ومذنب مثلهم ومن يغض الطرف عن سلاح خارج الشرعية مجرم بحق الوطن وأكد أن المطلوب رجال دولة يتحلون بالشجاعة والأقدام مضيفا أنه من لا يحاسب المسئين إلى الدولة وسيادتها وهيبتها شريك في الإساءة إلى الدولة ومن يعيق قيامة الدولة أو يصادر قرارها أو يورطها في نزاعات هي بغني عنها لا يعمل من أجل مصلحتها واعتبر ميتروبوليت بيروت وجبيل وتوابيعهما للروم الكاثوليك المتران جورج باقعوني أن أجرة الفساد في لبنان كانت موت لبنان اقتصادياً واجتماعياً وهجرة وأزمات لا تنتهي وأضاف نحن لسنا ملحقين لأحد أو غنماً للذبح نحن مواطنون لدينا كرامة وحقوق ومن يريد أن يكون مسؤولاً عليه أن يخدمنا ولكن للأسف معظمهم قد خدموا أنفسهم أما رئيس أساقفة بيروت الموارن المتران بولوس عبد الساتر اعتبر أن انقسامنا في لبنان إلى طوائف وأحزاب متنازعة ومتنافرة فيما بينها وكبرياء المسؤولين عندنا وأن نيتهم وفسادهم قد يجرون البلاد إلى حرب لا تحمد عقباها وشدد الرئيس السابق لأساقفة بيروت لروم الكاثوليك المتران كريلوس بيستروس على أن لبنان يجب أن يكون لنفسه وأن لا يتجه لا للشرق ولا للغرب فالحروب التي حصلت كانت بسبب انقسام اللبنانيين ولكن في الوقت ذاته يجب أن لا ننعزل بل أن ننفتح على كل العالم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عيد اللبنانيين بحلول السنة الجديدة وغرد كاتبا سنة جديدة وأمنيات كثيرة بس الأكيد أنه منوع تكون نظل نشتغل كل يوم لنغير وقعنا المر ولنبني دولة سيدة على أرض تحترم مواطنيها وبتحميهم وبتأمل نحقوق وختم تغريدته قائلا لكل مدعو يشارك بصناعة التغيير بالـ 2022 تم يبقى التغيير مجرد أمنيات وغرد النقب المستقل اليس حنكش قائلا قلصت سنة حزينة وبلشت سنة كل أمل حزينة لأن لم نصل بعد إلى حقيقة انفجار المرفأ ولأن طائطنا هاجرت ولأنه أفلسونا بسبب جنون الدولار وسرقة الودايع أما الأمل هو بتغيير الواقع واستبدالها أولاء الحكام بأشخاص حريصة على السيادة لا تساوم ونزيها وتعرف دير البلد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلات غرد قائلا الحياة أقوى من الموت لا تفقد الأمل أبدا وأرفق التغريدة بفيديو من باستين أوف ذا بيانس ونشر رئيس الطيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر تويتر صورة كتب عليها مع كل سنة بالحق ثابتين في التقرير التالي هكذا احتفل العالم بليلة راس السنة وسط قيود كورونا رادي عباد للعام الثاني على التوالي احتفل العالم بالسنة الجديدة في ظل وجود وباء كورونا وسلالة أوميكرون تحديدا فاختلف المشهد عالميا ووفقا للظروف الصحية احتفلت كل واحدة من الدول على طريقتها في باريس ألغيت الاحتفالات والعروض للألعاب النارية وأودي أبرج إيفل متزينا بألوان العالم الأوروبي كإشارة على تولي فرنسا رئاسة الدورة الحالية للاتحاد في مدريد تضفق نحو 7000 شخص إلى ميدان لابورتا دلسول للمشاركة في التجمع التقليدي وهو تناول 12 حبة من العنب على وقع دقات الساعة الاثناش التي تفتتاح السنة الجديدة في سيدن الأسترالية بدأت السنة الجديدة بكامل حلتها فأضاءت الألعاب النارية سماء الميناء فوق دار أوبرا سيدني أما لأول مرة ومع بداية العام الجديد دقت أجرس بيكبان في لندن بعد توقف دام حوالي أربع سنوات من الترميم وتم إلغاء عرض الألعاب النارية فوق برج الساعة الشهير في لندن ومعالم أخرى بسبب قيود كوفيد-19 في دوباي الاحتفالات برأس السنة كانت صاخبة والأنظار اتجهت إلى برج خليفة حيث كانت الأضواء، الموسيقى وعروض الألعاب النارية وأخيرا ولأول مرة في العالم احتفل عشر أشخاص من أبناء الأرض باستقبال العام الجديد في المدار القريب من الفضاء نستقبل عام 2022 ونتمنى أن يكون على الصعيد الوطني والعالمي عام الخير، الصحة والبحبوحة راني عبيد، صوت لبنان الأحداث الإقليمية عكست على لبنان ولسيما في ضوء الأزمة القائمة مع دول الخليج رئيف الملاح طوى العالم العربي صفحة العام 2021 من رزنامته والتي شهدت أحداثاً ونزاعات عكست الصراعات الخفية لمصالح القوى العظمى وتأثيرها على مجريات هذه الأحداث التي كان أبرثها في العام 2021 الأزمة اللبنانية الخليجية اندلعت هذه الأزمة الدبلوماسية في شهر تشرين الأول بين لبنان ودول الخليج العربي واحتدمت بعد حوالي الشهر من تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاطي على خلفية تصريحات سابقة جاءت على لسان وزير الإعلام جورج كرداحي قبل توليه هذا المنصب بشأن النزاع في اليمن المصالحة الخليجية جرت أوائل هذا العام بمشاركة مصر في محافظة العلاء السعودية بتبني بيان أعلن فيه رسميا عن انتهاء الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين قطر من جانب ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر في العام 2017 سوريا شهدت سوريا انفتاحا غربيا وعربيا توجد بزيارة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد وهي تعتبر أول زيارة على هذا المستوى منذ عشر سنوات كذلك التقارب والاتصالات الجارية بين السعودية وإيران وعملية إحياء المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول الاتفاق النووي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور صادق النابولفي قال لصوتي لبنان إن الصراعات التي تعيشها المنطقة من شأنها أن تحيل المشهد الإقليمي إلى لعبة أشد خطورة في المستقبل حقول النزاع في المنطقة ستشتد أكثر وأكثر بسبب حركة التطبيع القائمة بين بعض الدول العربية وبين الكائن الإسرائيلي هناك حاجة أولية أولاً لأن نخفف الصراعات على مستوى الدول الخليجية لكن الأهم من ذلك أن لا تكون هذه التسويات وهذه العلاقات قائمة على أساس ظرفي ومؤقت كما شهدت السودان أزمة سياسية داخلية إضافة إلى الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر والأزمة الليبية أما فيما يخص الواقع الفلسطيني حيث لا يزال الإنكسام سيد الموكب بين السلطة والفصائل الفلسطينية الكاتب والمحلل السياسي والأكاديمي الدكتور نبيل سرور تترك عبر صوت لبنان إلى العلاقة مع إيران وبعض الدول العربية فهناك مساع واضحة للتقارب بين بعض الدول العربية وإيران خاصة السعودية والإمارات حيث شهدنا وسمعنا عن لقاءات سرية حصلت بين مسؤولين أمنيين إيرانيين ومسؤولين أمنيين سعوديين في العراق وعن أكثر من لقاء لفتح قوة في جدار العلاقة المتأزمة وإنني أتوقع أن يسعى كلا الطرفين إلى محاولة إيجاد تسوية سياسية تبعد عن المنطقة شبح الانقسامات والتوترات وبالرغم مما يشده العالم العربي من توترات متنقلة بين الدول الأعضاء وضبابية المشهد يبقى بصيص الأمل قائما عند أي تكارب بين أصحاب القرار الدولي رئيس الملاح فوت لبنان أعلن التحالف عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال آخر 24 ساعة وقام التحالف بتدمير 17 ألية عسكرية حول الحوثيين بالإضافة إلى خسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرا إرهابيا أوضح الزعيم الكوريا الشمالي كيم جونج أون أن الأهدف الرئيسية لكوريا الشمالية في عام 2022 ستتمثل في انطلاق التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الناس أغلقت ألمانيا ثلاث محطات للطاقة النووية من بين محطات الطاقة الست البقية لديها وذلك في طريق استكمال انسحابها من مجال الطاقة النووية لتصلت اهتمامها في الطاقة المتجددة في كورونا العالم منعت الإمارات سفر مواطنيها غير الملقحين ضد كورونا للخارج اعتبارا من عشر كانون الثاني وعادت جامعات الولايات المتحدة الأمريكية للتعليم عن بعد بسبب تفشي متحور أوميكرون ولمناسبة رأس السنة الميلادية ويوم السلام العالمي اقترح البابا فرانسيس ثلاث طرق لبناء سلام دائم الحوار بين الأجيال كأساس لتحقيق المشاريع المشتركة التربية كعامل حرية ومسؤولية وتنمية والعمل من أجل التحقيق الكامل للكرامة البشرية والآن إلى نشرة الأحوال الجوية الجو غدا نغائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ضفي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ويشهد التقص انفراجات واسعة خلال النهار وتتساقط أمطار متفرقة تشتد اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد إذن كان في النشرة الإخبارية مقاطي السنة الجديدة ستكون للعمل مولوي لا أحد فوق القانون الراعي يراهن على النواية إذا سلمت النواية تكون الفترة الباقية كافية لإطلاق حوار وطني برعاية الأمم المتحدة في إطار مؤتمر دولي الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير الملقحين وبهذا نأتي إلى غتم النشرة شكرا للمتابعة